أهلا بيكو يا رب تكونوا بخير سؤال بيتكرر كتير هو إزاي أبدأ في مجال الجرافيك باستخدام الهاتف فقط وهل الهاتف بيفرض عليها مجال معين من مجالات الجرافيك؟ وهل فعلا قدر أشتغل بالهاتف وحقق دخل مد من مجال الجرافيك؟ طيب أبدأ بأي مجال من مجالات الجرافيك في الأول طب هل جودة التصميم على الهاتف زي جودة التصميم على البي سي؟ من الآخر في أسئلة كتير بتدور في ذهن كل واحد لسه بدي في مجال الجرافيك وبيحس إنه تايه ومش عارف يبدأ إزاي ومن فين؟ ففي الفيديو ده هنعرف إزاي نبدأ في مجال الجرافيك من الهاتف ونجاوب على كل أسئلتك وهرسم لك الخارطة الزهنية اللي تمشي عليها من الصفر للإحتراف إن شاء الله بس في الأول عاوزين نوصل للفيديو ده الأكبر عدد من اللايكات والشير ويلا بنا نبدأ خلينا متفقين في البداية إن العمل يهمه النتيجة ما يهمهش ينتشغل على إيه طب أنا قدر أطلع الشغل وجودة عالية من الهاتف زي البي سي؟ أيوة تقدر بس أكيد في طريقة لازم تطبعها عشان التصميم بتاعك يكون بجودة عالية وهنعرف الطريقة مع بعض ففي الفيديو ده هنمشي مع بعض خطوة بخطوة وهوضح لك كل حاجة القناة فيها حوالي 100 فيديو كل فيديو بيعلمك حاجة مختلفة في مجال الجرافيك فاللي بيدخل القناة بيكون تايه ومش عارف يبدأ منين وعشان كده نرتبتلك فيديوهات القناة وهقولك تبدأ بإيه أول مشكلة بتقابلك لما تيجي تبدأ في مجال الجرافيك من الهاتف إن شاشة الهاتف بتكون صغيرة فبيكون الشغل على الهاتف مش مريح عشان كده عملنا فيديو بنشرح فيه أدوات هتسهل عليك شغل الجرافيك من الهاتف فأول فيديو المفروض تسمعه هو الفيديو ده وهسيب لك رابط الفيديو في الوصف بعد كده إزاي تطلع جودة عالية من الهاتف العامل الأساسي اللي بيتحكم في جودة التصميم بتاعك هو الملحقات اللي بتستخدمها إنت لو استخدمت ملحقات جودتها ضعيفة فأكد التصميم بتاعك يكون جودته ضعيفة وأغلبكو بيعمل كده لما بيجي يجيب ملحقات للتصميم بتاعه بيبحث في جوجل على طول وده غلط طبعا في مواقع تضر ما يخللها تجيب الملحقات اللي انت عاوزها بجودة عالية جدا وده شرحناه في كذا فيديو بالتفصيل وعرفتك المواقع اللي هتبحث فيها وإزاي تبحث فيها وتكتب إيه في البحث وعملنا فيديو مخصوص للخطوط وعرفتك إزاي تنزل أي خط انت عاوزه عربي أو إنجليزي هتلاقي الفيديوهات ديات موجودة في بلاي ليست لوحدها باسم ملحقات الجرافيك ديزاين وهسيب لك رابط القيمة ديات في الوصف كده احنا عرفنا إزاي هنستخدم الهاتف وإزاي تكون جودة التصميم عليها بعد كده نجي لمرحلة التعليم والكورسات اللي هنبدأ بيها فيه كورسات كتير موجودة على القناة واللي بيدخل القناة بيكون محتار يبدأ بإيه والحمد لله احنا على القناة عاملين كورسات لمعظم مجالات الجرافيك ديزاين وكله باستخدام الهاتف طبعا وكل كورس بادئ معاك به من الصفر وبعدين بنعلل مستوى واحدة واحدة مثلا لو جينا لمجال تصميم الشعرات من الهاتف هتلاقي عندك على القناة اتنين بلاي لست واحدة خاصة بتصميم شعرات الخط العربي والتانية خاصة بتصميم الشعرات المختلفة بطرق مختلفة يعني كل فيديو في الكورسات ديات بيعلمك حاجة جديدة واسمع كل كورس بترتيب الفيديوهات اللي أنا أعملها لك وهتلاقي روابط الكورسات ديات موجودة في الوصف بعد كده نجي المجالي على ناتي السوشال ميديا الكورس دا متقسم لاتنين بلاي لست برضو في بداية الكورس اتعلمنا ازاي تكون التصميم واستخدمنا برنامج Adobe Express عشان سهل وبسيط وبعد ما تعلمتي تكون التصميم كنت محتاج تتعلم ازاي تختار الوان التصميم بتاعك بحيث تكون متناسكة مع بعضها فعملنا فيديو بنشرح فيه ازاي تختار الوان التصميم بعد ما توصل لهنا فانت كده قادر تعمل تصميم خاص بيك فعوزين نعمل معرض اعمال احترافي اعرض فيه تصميماتي باحترافية عشان اعرف اعدمه للعميل فعملنا فيديو شرحنا فيه ازاي نعمل معرض اعمال احترافي بعد كده عملنا فيديو عن طرق الربح من التصميم عشان الناس اشتغلت وبع عندها فضول تعرف ازاي اربح من التصميم ديت بعد كده علنا المستوى شوية واستخدمنا برنامج جديد اللي هو بيكسي لاب وعملنا بتصميمات سوشال ميديا مختلفة زي السوشال ميديا بوست والبيزنس كارد وتصميم اغلفة الكتب وتصميم علانات المنتجات وهكذا بعد كده حبينا نعلي اللي هو شوية ونعمل تصميمات سوشال ميديا بطريقة الدمج واستخدمنا برنامج فوتوبيا وهتلاقي الفيديوهات ديت في بلاي لست الوحدها بعد كده نيجي المجال الموشن جرافيك وعلانات المتحركة واستخدمنا برنامج في ان وطلعنا نتائج عظيمة والكورس ده مش واخد حقه فهنهتمي بأكتر الفترة الجاية بعد كده نيجي المجال تحريك الشعرات واستخدمنا برنامج لايت موشن والكورس ده برضو مش واخد حقه فهيكون في فيديوهات ليه اكتر الفترة الجاية وبكده نرتبت لك افكارك ورسمت لك الخريطة اللي هتمشي عليها في الفيديوهات الجاية هنبدأ في موضوع جديد هيخلي مستوقف التصميم في حتة تانية خالص منحس الجودة والسهولة في التصميم من الهاتف فما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وبس كده في امان الله